57 مليون مواطن إيراني يختارون ممثلين عنهم في مجلس الشورى في انتخابات برلمانية تجري في دورتها الحادية عشر ومن المرجح أن تعزز قبضة المحافظين على السلطة بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة التنافس في الفوز يجري على 290 مقعداً من بينها 5 مقاعد للأقليات في وقت تخطى 7 ألاف عدد المرشحين علماً أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية تعد من أعلى المستويات في دول العالم المشهد الانتخابي تجلى في أقبال الناخبين وبطوابير بشارية استفت خارج مراكز الاقتراع البالغ عددها 55 ألفاً في مختلف أنحاء المحافظات الإيرانية وسجلت مشاركة واسعة للمسؤولين الإيرانيين تقدمهم الرئيس حسن روحاني الذي رأى أن مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات تعد ملحمة تدخل اليأس في قلوب الأعداء وقال نعتز أن بلادنا جربت ظروفاً مختلفة مثل الحرب لكنها أجرت الانتخابات في موعدها المحدد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خمينئي أدل بصوته في الدقائق الأولى من فتح صناديق الاقتراع وحض الإيرانيين على الاقتراع باكراً والإدلاء بأصواتهم لممثليهم في مجلس الشورى الإسلامي معلناً أن التصويت واجب ديني الميزة الثالثة للانتخابات أنها واجب شرعي وفي الحقيقة فإن الانتخابات تضمن المصالح الوطنية للبلاد وكل من يحرص على المصالح الوطنية عليه المشاركة في هذه الانتخابات بالتوازي دع بعض الساسة البارزين من أنصار التيار الإصلاحي والناشطين في الخارج إلى مقاطعة الانتخابات في وقت دخلت فيه واشطاً على خطها فارضة عقوبات على خمسة مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة بذريعة استبعاد مرشحين عن انتخابات مجلس الشورى لسيما رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي